وعلى أي حال وطالما رحنا وجبنا سيرة السندوق فأخيرا بعد المحيلة والشروط وافق صندوق النقد على أنه يمنح مصر قرد بـ 3 مليار دولار رسميا زي ما الخبر ده نزل أهو صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قردا بقيمة 3 مليار دولار مبروك لمصر مبروك لميسي كاس العالم مبروك للدوحة وقطر التنظيم الرائع المبهر بس في الزيتة كده مبروك لمصر 3 مليار دولار طبعا الحكومة عملت حفلة على الموافقة دي باعتبارها أنها إنجاز وشهادة لإقتصاد المصري واشتعل يا حبيبي الإعلام المصري باعتبار أني اللي حصل ده فرح العمدة لحظة ده فضل يقولك ده في دول مرضيش السندوق يوافع عليها لكن جاء عند مصر وقال دي مصر دي أديها كبدي خد الخبر ده موافقة صندوق النقد بقيمة مش عارف قرد 3 مليار دولار دليل ثقة بالاقتصاد المحلي صلاة النبي أحسن وطبعا طلع إعلامين السامسونج عشان يطلعوا يهللوا ويقولوا القرد الليلة الليلة تعيدوا يا رب تبارك وتزيدوا نسمع عموماً عموماً لكن بقول نجحنا في الحصول على قرد لأن احنا كنا مضطرين للجوء للصندوق في هذا التوقيت روحنا نقبط على باب الصندوق حاجة من اثنين يا يفتح الباب يا ما يفتحش الباب لو ما فتحش الباب وقال لا أمش هديكم فلوس معناها أن أنا من وجهة نظر ومفلس معناها من وجهة نظر وانا ما قدرش أسدد معناها من وجهة نظر وانا مش ماشي صح لو البنك الداني فلوسي بعمل تحريات عني واتأكد أن أنا ماشي صح فبيديلوا لي عنده ملائة الحياة ممكن ده هي مش شروط عشان فيه ناس يقولك إيه هم حطل لنا شروط لا أنت اللي بتروح هو بيقولك الصندوق ده هاي من يقولك إيه يقولك أنت هتاخد فلوس تعمل بيه تقوله أنا حامل واحد كنين ثلاثة أربعة قوله خلاص أنت ملتزم بالكلام ده آه أنا بقى مش حدي الفلوس كلها مرة واحدة هديه على مدى وقت علشان أفضل معاك أشوف أنت بتعمل البرنامج بتاعك ولا لا على فكرة أما ترى الوثيقة بتاعت الصندوق علشان فيه ناس كثير مفكرة العكس هناك تزديد على مساندة الطبقات غير القادرة هيجي واحد يقولك مثلا خلي بالك الدعم اللي بيوجه للأسر اللي هي أكثر احتياجا أو ألفقراء في مصر هيقل جدا وأصل الصندوق ده لما بيخو يا جماعة هي مش أول مرة نتعاون مع الصندوق بالمناسبة ده تل التعاون لنا طيب أزيدك من الشعر بيت لا هو النسبة زادت متوسط 6% كل سنة مش حاجة قلت ولا سبتت أمه لإيه الحكاية بالنسبة تكلم كده عن الصندوق وعن الدول التي تتعامل مع الصندوق بص يا حبيبي أي بلد اتعاملت مع الصندوق صرف النظر عام بلوفر يوسف مناش دعو بيلا أنه ده بلوفر يعني الحقيقة قنبلة في الزوء العام إنما اللي قاله عمر مهم نشأت بيقولك الصندوق ما بيديش لأي حد عمر بيقولك الصندوق بتروح تقوله أنا هعمل كذا كذا بيقولك أنا موافع هتلتزم بدأ أنا موافع التلاتة الحقيقة بيعوكه أيوة زي بيقولك كده نشأت بيعوك وعمر بيعوك وطبعا البلوفر بتاع يوسف غني عن أي تعليق عن اللي قاله يعني لكن خلينا واحدة واحدة كده نفهم إيه اللي حصل بس من مصادر حقيقية نشوف بيان السندوق نفسه اللي بيعتبر نوع من الحقيقة الحقيقة لللي حصل فعلا حقيقة مزلة تفرج أدي بيان السندوق اطلع ببيان السندوق ده موقع سندوق النق ودي مدام سندوق نق بيان صحة في رقم المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته ستة واربعين شهر بقيمة تلاتة مليار دولار أيوة خش السندوق وافق على انه يديك تلاتة مليار على ستة واربعين شهر في إطار تسهيل السندوق الممدد بقيمة كذا يعني هيديك في الأول متين خمسة وثلاثين حاجات كده تلاتة مليون وحاجات ماشي أما ما يعادل بكذا وبعدين بقى تصرف تصرف دفعة فورية بقيمة متين وواحد وستين مليون ووحدة حوق سحب خاص أي ما يعادل تلاتمية سبعة واربعين مليون دولار للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفعات ودعم الموازنة وعلى مدار البرنامج يتوقع يتوقع مبني للمجهول مبني للمجهول يتوقع أن يشجع تسهيل السندوق الممدد على إتاح التمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من مين من شركاءها الدوليين والإقلاميين شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات مش 14 مليار لله مش عند السيدة زينة باحنا هنا الـ 14 مليار هيدفعهم ناس وشركاء دوليين من دول مجلس التعاون الخليجي من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة يعني بيع يتوقع أن السندوق يعرف يجيب لك 14 مليار منين من الأشقاء في الخليج إزاي هيدون 14 مليار لا من خلال عمليات البيع الجارية لأصول المملوكة للدولة بيع يلطفي اللي بعده وبعدين تتضمن حزمة بش الشروط بقى تتضمن حزمة السياسات واحد التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف الملن لتعزيز الصلابة في مواجه الصدامة الخارجية ده شرطه اتنين تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات تضخم تدريجيا تمشيا مع أهداف البنك المركزي إلى جانب تعزيز آلية انتقال آثار السياسة النقدية كلام بقى إلغاء دعم برامج الإقراض كلها تلغى تلاتة الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمال النتج المحلي واحتواء إجمالي للاحتياجات التمولية مع زيادة الإنفاق الاجتماعي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة وإدارة المشروعات إلى آخره أربعة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكينات الاقتصادية وتسهيل تحقيق نمو بقيادة القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة عامري قالك احنا رحنا السندوق قلنا له هنعمل وقتين ثلاثة أربعة قالك هتلتزم آه خوات الفلوس يا سلام كانش حد غلب ما كانش تعزر وبع جازر ونشرت يقولك أبو أن حاجات بقوا يقولنا والسندوق مصدقنا أما يوسف فالبلوفر يغني عن أي حاجة